شبكتنا بكل طواضع دار الجهد اليوم الحمد لله رقم في الميدان ولكن هناك اعتداءات ومخاطر يتعرض لها الطفل دون أن يتم تبليغ عنها من طرف الأولياء ما هي الإضافة لقدمها الرقم الأخضر لشبكة ندا؟ كسرنا طابوهات بزاف يعني اليوم لازم نوصلوا عن طريق برامج بيداغوجية وطربوية أربي الطفل على لوسينيا المو اليوم مشرنا دايرين دايرنا غير التحسيس ولكن لازم الطفل يزيد ويفتع عينه يعرف باللي كاينه رقم يسانده كما كاين والديه يربوه يعتدي عليه والديه على باله وين يروح هذا لا يعني باللي أن نشجع باش نحل الطفال لا 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 ولكن الأب ليعتدي على ولده الطفل هذا شكل ينصفه شكون ليتدخل باش يحميه لازم من طرف ثالث فالطرف الثالث لازم من بيداغوجية وطربية على المبادئ كيفاش نوعي الوالدين أنه ما يحتادوش عندكم نزاع بيناتكم يروحوا للاكويزين وفروها خلي طفل بعيد هذا هو الأساس ولكن اللي يعتدي عليه في الشارع كيف يبلغ اللي يعتدي على في مؤسسة رسمية كيف يبلغ فعلى هذا لازم نربي الأطفال على التبليغ نربيهم على المرافقة ويعرق باللي كين جهات تسمع لهم وتعرق بين الاستماع رقم أخضر رقم أخضر ثلاثين ثلاثة وثلاثين شكرا لك شكرا لك شكرا لك